صح 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 ماروتنا آه أنا هاليوم معجبة ببلوستك يا حبيبة قلبي كارين ميلن ميسون طبعا أكيد ضمنها الفقرة عم نحكي عن أبراجكم وعم نحكي عن آخر التوقعات الفلكية بتقدروا تبعثوننا على صفحتنا الخاصة على فيسبوك وتقدروا تحكونا لأنه أورادي عم ناخد عدد كبير جدا من الاتصالات ضمن هاي الفقرة هاي الرقم عم بظهر بأسفل الشاشة طيب خلينا نبدأ مع برج الحمل ميسون برج الحمل وأنا سويت معلومات جديدة بما أنه احنا دخلنا بالأسبوع الثاني الحمل بدك تنتبه بالنص الثاني من الشهر اللي بعد كم يوم رح ندخل عليه آخر الأسبوع عندك الشمس رح تدخل ببرج الحوت وهذا بنبه على عمليات نصب واحتيال تأجيل الأمور المهمة لأسباب قد تظهر عندك فبتأجل الأشياء المهمة وهذا مش من مصلحتك يشير إلى تراجع الصحي قد يكون إلك أو لأحد أفراد العائلة وأحذر مخالفة القوانين بالنص الثاني من الشهر نعم طيب خلينا نشوف برج الميزان عملياً شو وضعه؟ الميزان جيد على كل المستويات ما عدا أنه بدك تدير بالك على الوضع الصحي لأنه رح يكون عندك انفتاح كتير كبير على العمل قد يكون بداية لحجر أساس قد يكون لسفر أو لشغل لمهنج لمشروع جديد فقط بدنا ندير بالك على صحتك بلوتو بالجدي ممكن يعطيك إشارة لأنه أحد أفراد العائلة قد تتراجع أمور الصحية أو أنه يسافر العاطلين عن العمل من برج الميزان النص الثاني من الشهر سيكون ممتاز جداً أنه يلاقي الفرصة المناسبة لأنه يعمل وإنهاء مشاكل قانونية ونجاح بالدراسة نعم ناخد اتصال ألو أهلا مرحبا أهلا وسهلا أهلا يا أحمد دائماً أطمع لي وحضور وأنا قلت ألق دائماً الله يخليك هذا كله من زوءك شكراً من لك أهلا تذكيرا بيصد صباحك أنت وميسون وراح في الجميع صباح صباحك ميسون بدي أسألك أنا 18 أربعة نعم كل واحد بشكي لي أني برج فهذا أعرف برج المضبوط أشوى 18 أربعة أنت برجك الحمل وما أخذ كثير من الثور نعم فبدك تتابع الثور والحمل لأنه 24 بينتهي برج الحمل أنت 18 يعني يومين فقط بيفصلك عن برج الثور لذلك دائماً بنحكي أنه الواقعين بين برجين وإن شاء الله لقدام بنعمل هيك من ضمن الفقرة لازم نخصص لهم نخصص لهم لا طبعاً لأنه مش زي اللي أنا بحكي عنه يعني أنا بحكي عن العشرية الثانية ومبارح كمان كتير سألوني كنت كنت طال علىي في مبارح على البيتش تبعي برسمي ياي فكانوا كتير عم بيركزوا على الواقع بين برجين أنه من متى يبلش ومتى ينتهي هلأ قبل خمس أيام وبعد خمس أيام قبل خمس أيام بتكون البرج اللي قبلك وخمسة أيام بيكون البرج اللي بعدك حلو كتير فبدك تتابع البرجين لحتى تعرف المواصفات أوكي طيب كمان ألو إيهاب يلا ألو هلو هلو مرحبا سيرين صباحو كيفك يا سيرين صباحو صباحو بصير أهلا وسهلا فيك يا سيرين ممكن أحكي مع ميسون فضل لي فضل لي أنا معك أنا بدي أعرف عن أنتة دلو وذكر الحوت أوكي شترا سيرين دلو مع الحوت هالعلاقة ممكن يكون فيها نجاح ولكن الطرفين عندهم حساسية تجاه الأمور والحوت دائما يقلب الأمور لهزل وهذا ما بيتماشى مع الدلو الدلو ما بيستحمل برج الحوت بصفات موجودة عنده ولكن عنده الصبر الكافي لحتى أنه يعطي أكتر من فرصة لذلك هالسلبيات البسيطة بدنا نتخلى عنها لحتى تنجح هذه العلاقة نعم يلا في عنا ستة العزيزة برج الثور حابين يعرفوا عن الشغل بالتحديد الثور ما تحمل هم يا برج الثور عندك الأمور إن شاء الله رح تكون ممتازة الشمس ببرج الدلو رح تزيد من فرص النجاح والوصول للأهداف لكن عندك بعض المشاكل لأنه بنفس الوقت رح يكون المريخ بالأسد وهذا بيشير إلى أنه في مشاكل مع أحد أفراد العائلة قد تكون أيضا مثل ما حكينا أما على مسائل بسيطة أو إنها تتعلق بورث أو السفر عطارة بالجدي بيعطيك فرصة لحتى تبدأ بمشروع قد يكون سفر أو دراسة نعم يلا بناخد كمان ألو مين هلو صباح الخير صباح الخير صباح الفل مين معناه بها عقل كيفك يا بها الله يسهدك الله يخليك ميسمعك تفضل الله يخليك ممكن أعرف توافق الأبراج يلا أفضل عشرين خمسة لأربعة وتسعين نعم 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 ستة سبعة لواحد وتسعين وليهمك يعني العشرين خمسة هي آخر يوم بالثور وممكن يكون ماخذ من الجوزة مع السرطان ما حكى لي أنو الأنثى أنو الذكر الثور مع السرطان بدنا ناخذ على أساس أنه الثور هو الأنثى هي الأنثى السرطان بتشعر بيشعروا هالطرفين بالأمان وبالاستقرار وبتوفر كل النواقص اللي هما بيحتاجوها وفيه تنازل كثير كبير بين الطرفين التخلي عن السلبيات كل هذه بتجعل منها العلاقة ناجحة بإذن الله بإذن الله طيب في عنا يا ستي العزيزة ميسج حابين يعرفوا التوافق ما بين العذراء والعذراء ذكر مع أنت أكيد لا بديهي يعني بس قلت يلا بقولها السخرية الموجودة عند الطرفين أنه يعني أنت فيك طبع مثلا إذا شفتي إيش غلط فورا بتحكي كثير ما بتحطي حساب أنه في ناس في كذا هذا ما بيتماشى بالإلاقات الزوجية صراحة أنه ما بيصير سخرية بين الطرفين قدام الناس أو بشكل لاذق لا أنا ما بعمل هيك بس أنا بقول اللي بيزعلني بلحظتها مظبوط يعني إذا زعلت منك بقولك مستحيل أخبي بقى حط بقلبي أنت قريبة من الميزان يمكن لما منحكي عن العذراء بالضبط اليوم العشرية الثانية هذول مأساة بيان يعني لازم نتخلى عن هاي السلبية لأنه لما بدك تعطي رأيك لحدا بدو يكون بأسلوب بنعمة لبقوا وخاصة مع المرأة يعني مش رح تستحمل إنك تهينها قدام الناس أكيد لما ترجع وح تعمل لك قصة فيلم مش قصة فيلم قصير آه نتخلى عن هاي السلبية عشان العلاقة عشان العلاقة تنجح طيب في عنا أتصال آخر يلا هلو مرحبا مرحبتين هلان يا هبة يا نادية كيفك حلوة والله تمام الله يخليك تمام صباح الفل صباح الفل فضلي ميسوم معيك معيك هبة الشعيوين أهلا 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 هبوش آه بدي أسأل عن بر الجوزاء معي الدلو زوزي جوزك دلو وانتي جوزاء يلا هلأ منشوشو القصة يلا هلأ إذا حكينا عن الجوزاء والدلو كعشرية ثانية بتنطبق عليهم الصفات ناجحة 100% الجوزاء والدلو بيكملوا بعض الفوضوية الموجودة عند الجوزاء استعجال بالأمور بيسكر عليها الدلو والدلو عاطفي جدا وقراراته سريعة بيسكر عليها الجوزاء ففي كمال بهاي العلاقة أنه واحد يكمل الثاني تعتبر من العلاقات الناجحة بإذن الله إن شاء الله يارب كل علاقاتكم بتكون ناجحة في عنا آخر مسج بدنا ناخدها حابين يعرفوا عن برج السرطان عمليا في تناقض كثير كبير هذه تناقضات بالإحساس يعني ما عم تقدر تفهم الآخرين كيف يفكروا فيك فدائما أفكارك سلبية يعني أنت لما تجيكي حالة أنه هذا الشخص شو حكى عني المفروض أنك تفكري بالسلبي والإيجابي سرطاني فكر بالسلبي فقط لذلك عم بيصير عندك تراجع بالعمل مع الناس اللي أنت بتعمل معهم حاول أنه تسيطر على أفكارك السلبية منتصف الشهر تحصل على مردودات مادية غير متوقعة قد تكون ورث قد تكون من أحد المقربين كهدية بتجي ممكن بسبب مناسبة معينة بالنسبة للوضع العاطفي بسبب وجود بلوتو ببرج الجدي عم بينهي العلاقات الهشية سواء للمرتبطين أو غير المرتبطين نعم بدنا نشكرك ميسون ويا رب هيك بكرة منرجع ملتق فيك على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر